اهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرتنا الاخيرة والرئيسية وهي فقرة حوارية يعني الحقيقة لها يعني نقول ايه يعني معزة خاصة جدا عندنا شخصيا هذه الفقرة يعني بنصد فيها اتنين اتنين احدهما استاذي بمعنى الكلمة استاذي المباشر اللي درسني يعني في اول محاضرة اليوم السياسية عام سبعة وسبعين كان هو اللي بيحضرني فيها في مدرج المرحوم خير يعيسى في قرية الاقصاد استاذي الدكتور احمد يوسف احمد استاذي الاقصاد اليوم السياسية قرية الاقصاد اليوم السياسية جامعة القارة واشياء اخرى كثيرة في التفكير والادع منورنا استاذي صديقتي العزيزة وزميلتي الاعز اللي نبع الله حمد الله على السلام الله على سلامتك والدواعك الصحية اللي ألمت بحضرتك وانتي يعني منورة كل المجالات اللي بنا يخليك شكرا دكتورة نيفين مسعد استاذي الاقصاد اليوم السياسية في جامعة القاهرة ايضا وتنميز الدكتور احمد يوسف وتنميز الدكتور احمد احنا يعني ناعدين جنب استاذنا ونسعد بمشاركته والحوار والدكتورة نيفين كمان يعني لها في مجال حول انسان ما لها وهي مقرر لنا حول انسان في الحوار الوطني وشاعرة وقديبة وده جانب حنكشفه عنها مريب بس مش في الحوار ده دكتور احمد يعني الكاثرين ما يعرفوش هذا الجانب احنا نعرفه وبرحب دكتورة نيفين احمد لك استاذ الله يسلم احمد لك استاذنا الدكتور احنا كنا لسه جملة قبل هي الدنيا بتجري بصورة كده ليه والله يعني فعلا الملاحظة انه التطورات صارت متعددة الابعاد اولا انا بشكرك يا دكتور ضياء على الدعوة الكريمة وعلى انك جمعتني مع الدكتورة نيفين في حضور عام وربنا يديم حضورها يا رب ففعلا الملاحظة يعني هو طبعا الموضوع بالغ الاهمية وبالغ الخطورة لكن الملاحظة في الاوينة الاخيرة ان التحركات تسير على كل الابعاد مثلا على صعيد اداء المقاومة المقاومة الحقيقة يعني وانا من انصار المقاومة تذهلني شخصيا يعني رغم كل هذا هذه الضراوة من قبل اسرائيل ومن يقفون وراء اسرائيل المقاومة ليست فقط صامدة ولكنها تفاجئ العدو بل وتفاجئنا بانها تعود الى مواقع ادعى اسرائيل انها تهارتها منها والحقيقة ان حتى طبيعة الاداء ومعدلات الخسائر في اسرائيل اقدر اقول انها في ازدياد فهناك على الصعيد على صعيد المقاومة الفلسطينية التطورات الثانية المتسارعة على صعيد الجبهة الاسرائيلية لانه طبعا كان من الطبيعي بعد ان دخلنا في الشهر الثامن للمواجهة والفشل الاسرائيلي في تحقيق الاهداف الرئيسية او الهدفين الرئيسيين كان من الطبيعي ان يحدث نوع من الاختلافات والانقسامات لكن ما شهدناه في الايام الاخيرة شيء غير مسبوك انه انتقادات علنية توجه مثلا من وزير الدفاع الى رئيس الوزراء انتقادات علنية توجه من بني جانز الى رئيس الوزراء تصريحات مبالغة في حماقتها من بن جفير وسموتريتش فعلى صعيد الانقسام ورئيس الوزراء يواجم الجيش ورئيس الوزراء يواجم الجيش وبعدين فجأة تطلع علينا امبارح او اول امبارح انه بنعيد تبادل الاتهامات بشأن انك حذرت ولم تستجب فهو يقول لا هم قالولي ان الدار امان يطلع لبيد يقول لا انا تلقيت نفس المعلومات اللي هو تلقاها وكان انطباعي ان هناك خطرا وشيكا لا مشهد غير مسبوك ايضا على الجبهة الاسرائيلية نحن تعودنا ان هناك على صعيد الرأي العام هناك نوع من المعارضة لنتنياهو اساسا من اسر الاسرة والرهائن ومن يؤيدهم والحقيقة كان الانطباع انه الرأي العام الاسرائيلي ما زال في مجماله يعني مؤيدا لاستمرار الحرب ولفكرة نتنياهو اخر استطلاع رأي اسرائيلي اجري من يوم او يومين بيكلمنا على انه 48% مع استمرار الحرب و40% مع صفقة الرهائن يعني حتى الرأي العام الذي كان يقال انه يقف بشدة الى جانب نتنياهو في قضية الحرب بدأ الانقسام يطوله فهذه الجبهة الثانية للتطورات السريعة على الجبهة الدولية انه حركة الاعتراف بدولة فلسطين في تصاعد اعتراف الايرلندا واسبانيا والنرويج والمفروض ان هناك دولا مرشحة للانضمام فهنا ايضا تطورات سريعة على صعيد العدالة الدولية انه يطلع بيان المدعي العام للجنائية الدولية الحقيقة ورغم اي ملاحظات لنا عليه الا انني اعتبره خطوة كبيرة الى الامام من كان يحلم قبل 7 اكتوبر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يبقى مطروح امام الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية انها تصدر امرا باعتقاله ثم يأتي تأتي جلسة المحكمة العدل الدولية اليوم صحيح ان برضو لنا يعني ملاحظة على قرارات انما على الاقل هي تجرأت وقالت وقف اعمال اسرائيل العسكرية في رفح لا ادري لماذا رفع بالذات مع ان المحكمة قدمت تصورا شاملا لان اسرائيل تعيث فسادا في قطاع غزة لكن هذه ايضا خطوة الى الامام فانا اقول اذا فعلا ان التغير سريع وعلى كل المستويات ترنيفين حاخد التخصصين بتوى حضرتك وهو التمنالون السياسية وايضا المجال الحقوقي والقانوني الانساني يمكن هذه المرة معرفش دي اول مرة غالبا انه يبقى فيه تحركات متوازية تجاه الموضوع الاسرائيلي وعدم الاقتصار على بديل واحد يمكن اصل كل ده هو المقاوم يعني الصمود الصمود الشعب الفلسطينيين في غزة لكن ده اتاح عربيا انه بزي بقول دكتور احمد من شوية انه برغم كل الملاحظات اللي انه قد اتاخذ على مذكرة ده العامل المحكمة الجينيات الدولية المشامل الفلسطينيين مع الاسرائيليين برغم ملاحظة محكمة العادة الدولية لكن المسارات العربية تسير الان متوازية بمعنى مفيش اختصار على فكرة واحدة وهل هو ده يمكن مخلي اللي سماه يهود باراك مبارح انه اسرائيل تواجه تسونامي دبلوماسي وحقوقي دولي يعني هل ده هو البديل الافضل دايما في معارك التحر الوطني اولا طبعا انا بشكرك على الدعوة وانما اللي معتني مع استاذي يعني استاذي للفاضل دكتور احمد يوسف وفي الحقيقة انا بس عايزة ارد على نقطة اصيرت في كلام استاذي بخصوص لماذا اقتصر الامر على غزة اعلى رفح وليس في قرار اليوم قيل في تفسير هذا انه ده يعني تصرف زكي لانه اذا حمل هذا القرار الى مجلس الامن فالاقتصار على رفح يجنب الفيتو يتجنب الفيتو الامريكي بعتبار ان الولايات المتحدة كانت من انصار عدم دخول رفح وعدم اكتياح رفح طبعا ده يعني لا يضمن ابدا انه الفيتو الامريكي لو طلعنا مجلس الامن لن لن يستخدم لكن اقصد انه هذا قيل في تفسير لماذا رفح بينما انه في التدابير الستة في 24 يناير كان فيه يعني شمول لعموم غزة في الحقيقة انه ما ذكرته انه تسونامي هو في الواقع تسونامي يعني احنا لو اخدناه على مستوى الشعبي فهناك مظاهرات طلبية تكتاح العالم كله فيها الولايات المتحدة وتقمع قمعا شديدا باعتبار انه يعني الخلط الشهير بين ان كل معارضة لإسرائيل هي معادلة السمية وطبعا هذا لم يعد ينطلع لأحد فعلى المستوى الشعبي هناك صحوة وهناك يعني رفع للقضية الفلسطينية هناك في البداية كان نوع من انواع التحريم او التجريم لمجرد ارتداء الكفية الفلسطينية او رفع العالم الفلسطيني ده في البدايات خالص في اول الايام التالية على يعني 7 اكتوبر الان الاعلام في كل مكان الرياضين يرفعوها الفنانين يرفعوها طبعا الطلاب الجماعات يرفعوها فهذا على المستوى الشعبي والثقافي على المستوى الدولي استاذي اتكلم على يعني هذه التحركات المتوازية من قبل محكمة المحكمة الجنائية الدولية ثم محكمة العدل الدولية وبين الاتنين التحركات بتاعت تلت دول الاوروبية وهي طبعا مرشخة للتزايد فهذا على المستوى الدولي على المستوى منظمات حقوق الانسان كل منظمات حقوق الانسان واليوم في في جلسة المحكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام استشهد بالعديد من التصريحات والبيانات المنسوبة الى سواء الانروا سواء مكتب الغذاء العلامي المؤسسات الحقوقية المختلفة في التأكيد على انه اسرائيل تمارس عملية التجويع وال يعني وال تعذيب للمواطنين الفلسطينيين وكان من الطريف من يومين كده انه اصدرت اسرائيل قائمة بمجموعة المنظمات التي تساعد المحكمة الجنائية الدولية في او التي ساعدت المحكمة الجنائية الدولية على اتهام اسرائيل بانها تقوم بتجويع الفلسطينيين والطريف بقى اللي مذكوره انه هي لم تكتفي بذكر المنظمات الفلسطينية زي الحق والميزان واشياء من هذا القبيل زي هيومان رايتس وونش والعفو الدولية ومنظمات اخرى داخل داخل الولايات المتحدة الامريكية لكن كمان اتهمت بعض المنظمات الاسرائيلية بانها مهولة من الخارج وانها يعني تساعد على اسبات جريم التجويع الفلسطينيين اللي هي طبعا استندت اليها محكمة جنائية الدولية في المطالبة به يعني اعتقال نتنياهو او الامر باعتقال نتنياهو وزير دفاع وباعتبرهم بيرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فهو فعلا تسنامي على كل مستويات سياسي حقوقي شعبي ثقافي وحتى طبعا الداخلي التسنامي الداخلي الذي ذكره استاذي الفاضل على كل مستويات وصراعات في داخل المجتمع الاسرائيلي داخل كابينة الحرب خارج كابينة الحرب الشارع في مواجهة نتنياهو وهناك تصعيد يعني هناك يعني استخفاف شديد تسنامي يعني يعني كمان الرد الفعل الاسرائيلي بيغزي هذا تسنامي يعني لما يطلع النهاردة اول رد فعل على محكمة العدل الدولية قرر محكمة العدل الدولية انه يجب اكتياح رفح وقمع حماس يعني هذا شيء انه يتم قصف وسط رفح لأول مرة بعنف شديد لم يسبق له مسيل وكأنه انتم تطالبوننا بوقف العمليات العسكرية في رفح فها نحن نزيد العنف في رفح فالتسنامي ده بيتغز احنا دخلنا دورة خبيثة يعني نحن اذا مجموعة من المتطرفين الذين يقودون اسرائيل والمنطقة والعالم كله الى حفة الهوية وبالتالي منطقي جدا انه انه شاهد هذه الموجة العاصفة وهذا تسنامي اللي بتكلم عليه حضرتك على كل الاصعيد والمستويات طيب دكتور عمد يعني انا اكتهدت فاسميت انه اللي تشهد اسرائيل الان هو الموجة الاوسع والاطول من العدوانية الاسرائيلية في تاريخ اسرائيل كلها وانها شملت كل شيء تقريبا وعادت حتى الى اشياء لم تكن مطروحة مثل التغيير القصري يعني طوال حكم اليمين الاسرائيلي التقليدي وحتى اثناء احتلال اسرائيل لغزة نفسها ومعها سيناء لم يفكر اليمين التقليدي فيها ولا اليسار الاسرائيلي في حينه ولكن عادت الاوهام والاساطير تسيطر مرة اخرى على اسرائيل والسؤال هنا سؤال يعني اجابته صعبة انا عارف لكن نفكر مع بعض احنا وعندك ذكرت قبل الاحصائيات والتونامي واسرائيل تمر بحالة غير مسبوقة سواء داخليا او اقليميا او دوليا وحرج على موضوع مصري تحدي انه جزء من الحالة غير المسبوقة ايضا هل يترى النخبة الاسرائيلية الاستراتيجية الحالية اللي هي تضم الحكومة والمعارضة وكل الناس يعني الناس يبقى فهمها لسا قادرة على فعل السلام هل اسرائيل تحتاج نخبة جديدة هل النخبة دي قادرة بالفعل انه بكل الضغوط دي والاقتناع معا تخوض عملية حل الدولتين الحقيقة ده سؤال شديد اللي همي يا دكتور ضياء انا استطيع ان افرق في النخبة الاسرائيلية السياسية والعسكرية بين شريحتين شريحة متطرفة مجنونة مثل نتنياهو بن جفير واسموتريتش وإلى خيره وهؤلاء لديهم حالة اولا من العقلية الاستعمارية المغلقة التي لا تقتنع وانما تنكسر يعني ستنكسر اما بان تسقط داخليا او بان تهزم عن طريق عملية من عمليات المقاومة كما يجري الآن هذا الشق من النخبة الاسرائيلية لا امل فيه وغير قابل على ان يصل بنا الى اي مصار للتسوية علما بان الطرف العربي والفلسطيني كما نعلم قد قدم اقصى ما يمكن من اجل تسير هذه التسوية الشق التاني من النخبة الاسرائيلية يعني انا لست شديد التعمق في هذا الصدد ولكن استطيع ان اقول انه يمكن ان يصل الى تسويات دون ان يعني هذا انه متخلي عن اهداف المشروع الصيوني او شيء من هذا القبيل يعني يمكن اكبر رمز او نموذج لهذا النوع من النخبة كان اسحق رابين الذي توصل مع الفلسطينيين الاتفاق اوسلو الذي بموجبه اعترفت اسرائيل اول مرة بالمنظمة التحرير الفلسطينية بعد ان كانت تعتبرها منظمة ارهابية وطبعا الشق الاخر من المجتمع الاسرائيلي تكفل باغتياله صحيح الان ربما يكون لابيد هو ممثل هذا النوع من نصب المعارضة الحال لو نذكر قبل 7 اكتوبر كان قد بدأ يقول حل الدولتين و الى اخره لكي يكون هناك مستقبل للتسوية في الامد القريب لابد ان تسقط الحكومة الحالية وهذه الحكومة الحالية اما ان تسقط اثناء الحرب يعني في هذه الايام يعني سقوط وشيك انه نتيجة ان المقاومة صامدة والخسائر تتزايد والعمليات اصبحت عمليات نوعية ومن ثم يزداد الضغط الداخلي شيئا فشيئا حتى تنفجر الامور اذا سقطت هذه الحكومة وجاءت حكومة اخرى هيتوقف الامر ماذا معقولية هذه الحكومة يعني انا الحقيقة عندما انظر الى تصريحات بني جانز في كثير من الاحيان هو يقول انا مع الصفقة ان عندما نتأمل في تصريحات اقول ان هذا الرجل ربما يكون اخطر على القضية الفلسطينية من نتانياه لان نتانياه شديد الفجاجة وجمع العالم ضده ما بني كنز فهناك شيء من المعقولين اذا سقوط حكومة نتانياه لا يضمن ان تأتي حكومة يعني تكون التسوية معها ميسرة لكن الشيء الاكيد ان استمرار هذا النوع من الحكم لا يمكن ان يأتي بتسوية والحقيقة دكتور ضياء انه تجارب التحرر الوطني بتشير الى العقلية المغلقة للاستعماريين انه لا يعرف او لا يستطيع ان يدرك منطق التاريخ وانا يعني بتذكر في هذا الصدد التجربتين تجربة فرنسا في الجزائر والبرتغال في افريق في كلاهم في كلا في كلتا التجربتين يعني ظلت العقلية الاستعمارية تؤكد انه يستحيل الانحناء امام حركات التحرر الوطني فما الذي حدث انقلب الجيش الفرنسي على الجمهورية الرابعة واتى بديجول طبعا هو واتى بديجول طمعا في ان ديجول هو الذي يحسن القتال لكن ديجول كان يعني ذا عقلية مختلفة انه فهم ان استمرار الاستعمار مستحيل ومن هنا جاءت التسوية المشرفة في الحالة البرتغالية انقلب الجيش البرتغالي في 1974 على النظام الفاشي في البرتغال وجاءت التسوية يمكن طبيعة المجتمع الاسرائيلي لا تسمح بتكرار هذا النموذج حرفيا لان المجتمع الاسرائيلي كشفت لنا المواجهة الحالية عن انه في مجماله يجتمع حول اهداف المشروع الصهيوني لكن بالتأكيد صمود المقاومة لسه اري من ساعات كده تصريح لابن شارون يعني بيكلم فيه عن استحالة انه يعني اكتثاث حماس فربما صمود المقاومة يؤدي الى تغيير في هذه المسألة واستطلاع الرأي العام الاخير الذي جرى منذ يومين يقول انه 35% فقط من الرأي العام الاسرائيلي يعتقدون بامكان اكتثاث حماس او القضاء عليه فما اريد ان اقول انه باختصار شديد هذا الشق الموجود في الحكم الان من النخبة الاسرائيلية لا يمكن معه اي تسوية وبعد هنروح لدي نتان يهو بيقول انا بيفخر بانه هو الذي افسر مشروع الدولة الفلسطينية الشق الثاني هيتوقف الامر ثم ان في النهاية اذا جاء واحد مثل لبيد او واحد مثل جانس الصعوبات هتختلف لكن اعود فأؤكد واقول ان كل ما يمكن ان يحدث من تطور ايجابي من وكة نظرنا في الموقف الاسرائيلي سيكون وقفا على صمود المقاومة وصمود القواعد التي تدعم يعني اقصد ان يكون هناك حاضنة فلسطينية ما يبقاش فيه خلاب فلسطيني نستهاجم المقاومة في وسط القتال ويكون فيه حاضنة عربية للمقاومة دكتورة نيفين ايضا الحرب دي والمشهد ده كله اظهر شيء جدي احنا اشارنا له اشارة لكن عايزة اوضحه اكتر احنا يمكن شفنا موضوع هو الانسان بيبرز ضمن نزاعات داخلية بعض الدول زي رويندا وغيرها في الماضي لكن ما شفناش نزاع دولي برز فيه بهاس الحجم فكرة الحقوق الانسانية وايضا الحقوق القانونية فكرة العودة لمعاهدات في نهاية الاربعينيات وبدئات الاربعينيات وهياك القانونية دولية هي في الاصل مختصة بالقانون الدولي الانساني وهو الانسان تعود الى قوتها والبعض طبعا هيفصل ده طبيعي بفداحة العدوان الاسرائيلي ده مؤكد عنصر لكن الى جانب العنصر ده هذه العودة الكبيرة يعني ممكن تبقى نتائجها مش بس على الحاضر على المستقبل في النزاعات الدولية هي طبعا زي ما تفضلت بالقول انه يعني استخدمت في هذه الحرب كل الاسلح كل الاسلح التجويع قطع الكهرباء تلويس المياه او منع المياه الى اخره فهذا شق لابد ان ينتبه اليه بطبيعة الحال مسألة انه هذه الاسارة لحقوق الانسان في النزاعات الدولية تتوقف على ضراوة يعني هذا النوع من النزاعات الدولية مدى الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الانسان فالمشهد المشهد الاسرائيلي هو الذي سمح بابراز هذه القضية قضية حقوق الانسان وخصوصا انها بيلوح بها في العديد من النزاعات يعني اوكرانيا وروسيا بطبيعة الحال هذه الورقة كانت مستخدمة فلماذا تستخدم هذه الورقة ولماذا تستدعى صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية او محكمة العد الدولية الاطر القانونية بشكل عام فيما تعلق بالنزاع الروسي الاوكراني وعندما نأتي الى النزاع او الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تتوقف فما اريد ان اقول انه فداحة الانتهاكات لحقوق الانسان هي التي تؤدي الى ذلك لكن جيد جدا ان يصار موضوع حول الانسان لانه عندما اصير فيما تعلق باوكرانيا وروسيا استطعنا ان نستدعي هذا النموذج استطعنا ان نعود اليه لماذا كانت هناك هذه الصرعة على سبيل المثال فيما يتعلق بقرار هذا النزاع ولماذا هذا التلكق فيما يتعلق بوصف ما حدث بانه ابادة جماعية فيعني نحن في عالم متشابك وعالم بيؤثر فيه يعني بعض البعض بشكل بشكل كبير جدا وبالتالي يعني عندما تصار قد يضحو الانسان فيه نزاع معين لابد ان توظف كما كما فعلنا وكما يعني نستخدمها بالاشارة الى النزاع الاوكراني الروسي او يعني اشياء من هذا القبيل وطبيعي انه نرجع الى اتفاقية الابادة الجماعية في 1948 لانه ما قامت به اسرائيل من اعمال كله يندرج تحت يعني ابادة مجموعة او قومية او اثنية زي ما هم بيسموها اثنية معينة هي الاثنية الفلسطينية بمختلف الطرق زي ما قلنا التقتيل التشريد التهجير القصري الذي يعني شهدنا بقى الحديث عنه بشكل بشكل واضح وبشكل فج الى اخره التعامل مع الفلسطينيين باعتبرهم حيوانات بشرية ولا كائنات غير بشرية واشياء من هذا القبيل فاستدعيت اتفاقية الابادة الجماعية بالتطبيق على هذه الحالة بالنظر الى طبعا الممارسات التي جرب حق الفلسطينيين جاء عظيم دكتور أحمد برضو حرج علي لعطاك شيء مقول انت متبنيها وفكرة وقلتها نهاردة وهي مهمة للغاية وقلتها بكده وانا ممكن سمحت النفسي قبل ما نيجي في المقدمة اكدت عليها وهي انه لم نعرف مقاومة من القرن السبعتاشر خزمت واختلفت السبك يعني مقاومة مسلحة طوال الوقت جزء ان الوقت بعض الوقت دبلوماسية تفاوض تراجع تقدم لكن خلاص انه ليس هناك مقاومة وطنية واحدة حركة التحار الوطني هزمت وبقيت الاخيرة وهي فلسطين البعض بيبص للصراع الحالي من نقطة مش من خط وانا هاممني قوي نحظك كمفكر كبير في هذا الاطار نشوف الخط خط الاحتلال والمقاومة وفي مقولة ناس كتير مختنعة بصحتها انه كل احتلال بيخلق مقاومته على مقاسه على قده وان المقاومة مش اختيار الناس بيقعدوا في صالون يختاروا راح انقاوم بالطريقة الفلانية هي مقاومة بتدم عبر وان المقاومة في الحالة الفلسطينية عمرها ما كانت زي اي مقاومة في الدنيا فصيل واحد وعمرها ما كانت وما فيش والخط النهاردة وانحنا في اللحظة الحارجة جدا وخط الشعب المقاوم اللي مش هسمي فصيل لانه هو الشعب هو اللي بيقاوم يفرس فصيل وطول الوقت هادك شايف ان احنا في اللحظة دي احنا رايحين على فين هل ان اللحظة حارجة جدا ممكن تؤدي الى انتصار هائل وممكن تؤدي الى انتصار كبير هادك شايف ها ماشية في الخط الفلسطيني من سنة 17 لليوم 17 قدم الماضي طول والله يا دكتور ضياء هذا سؤال الاسئلة اذا جازت تعبير نبدأ بالقانون ما اسميه بالقانون العلمي للاستعمار والتحرير انه كل استعمار يولد مقاومة والخبرة التاريخية تقول لنا انه المقاومة لابد في النهاية وان تنتصر بتبدأ ضعيفة جدا ثم تأخذ فيه تطوير اساليبها لها حاضنة اجتماعية لها احيانا دعم خارجي هي صاحبة قضية وبالتالي تبدأ تقريبا من نقطة الصفر لكي تصل الى نقطة فرض ارادتها على المستعمر هي لا تهزم المستعمر يعني جامعة التحرير ما هزمتش الجيش الفرنسي ولا حزب الله هزم الجيش الاسرائيلي في سنة 2000 انما هي يعني تقنع المستعمر انه لا امل له في ان يفرض ارادته عليها وبالتالي يسلم بمطالبها وده زي ما قلت بيحدث نتيجة الامام بالقضية الحاضنة الشعبية واحيانا الدعم الخارجي نأتي الى تطبيق هذا على الحالة الفلسطينية وقد قبل ما اقول يمكن اشير بسرعة البعض يقول طب وماذا عن الهنود الحمر متأسف هذا كان في سياق دولي مختلف تماما ايام الهنود الحمر لكان في وسائل تواصل ولكان في رأي عام ولكان في ولا حد يعرف امريكا اصلا دي فين وبالتالي نيجي بقى انطبق ده على الحالة الفلسطينية سنجد ان كما قد لا يتصور البعض المقاومة الفلسطينية لم تهدأ في يوم من الايام هو احنا عندما نتحدث عن مقاومة شعبية لا نقصد ان كل يوم وكل ساعة في عمل مقاوم انما نقصد انت استخدمت يا دكتور ضياء تعبير الخط نقصد خط التاريخ هنجد ان الشعب الفلسطيني بمجرد اتضاح المشروع ابعاد المشروع الصيوني بدأت حلقات المقاومة وبدأت يعني تأخذ فيه القوة شيئا فشيئا عندنا انتفاضة البوراق في 1929 عندنا ثورة 1936 التي لو لا اعتبارات للأسف فلسطينية ايضا وعربية ايضا ودولية لا حققت انتصارا على المشروع الصيوني عندنا مثلا بعد ذلك حركة الفدائيين التي كانت ترعاها الادارة المصرية في خمسينات القرن الماضي الشهيد العقيد مصطفى وحافظ الله يرحمه وما زالت او كانت صور وتملأ البيوت مدارس في غزة باسمه حتى الان عديد المدارس حتى بالضبط كده ثم اعتقد انه 67 كانت نقطة فاصلة في المقاومة الفلسطينية لان اسرائيل وانا دايما نقول ان 67 هي اعلى نقطة في منحنى القوة الاسرائيلية لان اسرائيل باكتمال احتلال ارض فلسطين وسعت من قاعدة المقاومة وبدأنا نسمع عن مثلا شيء مثل مهركة الكرامة في 1968 بدأنا نسمع عن عمليات مقاومة متعددة يمكن اختلف الرأي حولها في وقت من الاوقات لكن في النهاية كانت مقاومة ثم ابدع الشعب الفلسطيني اسلوب الانتفاضات الشعبية في انتفاضة الحجارة في ديسمبر 87 التي استمرت حتى الغزو الامريكي للعراق ثم وانا اعتبر ان اتفاقية اسلو على سوقاتها كانت نتيجة لهذه الانتفاض ونظرا لانقلاب نتنياهو عليها لما وصل للحكم الاول مرة في 1996 فان الشعب الفلسطيني عاد الى المقاومة وجاءت انتفاضة الاقصى في سنة 2000 وهي الانتفاضة التي استمرت حتى اجبرت ايريل شارون وهو من اشد رؤساء وزارات اسرائيل تطرفا اجبرته على مبدأ فك الارتباط من جانب واحد اللي هو الانسحاب من قطاع غزة بل وتفكيك المستوطنات القريبة منها خشية من المقاومة ثم ولنتأمل بقى في ما يجري ونربطه بما يجري الان ثم عهودت اسرائيل محاولة اجهاض المقاومة في غزة في 2006 و2008 و2009 و2012 و2014 وهكذا اخر حلقة من حلقات محاولة اسرائيل ضرب المقاومة كانت في مايو 23 يعني قبل 7 اكتوبر 23 بست شهور اذا المقاومة الفلسطينية كخط متصل هي مستمر ثم انها في صعود في صعود عملية السرائيل اكتوبر اخطر عملية مقاومة في تاريخ المقاومة الفلسطينية وبالتالي المقاومة بخير اتي الى النقطة الخطيرة بقى حضرتك تحدثت عن ان عمر المقاومة مكانة فصيل واحد فعلا والمقاومة في هذا الصدد او تجارب المقاومة حالتان حالة يكون فيها فصيل رئيسي زي مثلا جبهة التحرير الجزائري نعم كانت هناك فصائل لكن الكلمة العليا كانت لجبهة التحرير الجزائري وبالتالي مرت الامور بسلام حالات اخرى انقسمت فيها المقاومة انقساما مروعا مثل حالة انجولا وادى هذا الى تعطيل تاريخ الاستقلال ووالى اخره للأسف الان المقاومة الفلسطينية تعاني من انقسام او لا اقول المقاومة وانما اقول الفصائل لان هناك فصيلا رئيسيا ارتضى اسلوب التسوية السلمية وفصيل رئيسي اخر مازال متمسك باسلوب المقاومة وهذا ليس بالشيء الجديد لانه ادوات المقاومة كما اشارت تتنوع يعني نيلسون مندلة بدأ بالنضال المسلح بدأ بتنظيم رمح الامة ولما وجد ان هناك حدودا لما يمكن ان ينجزه النضال المسلح انتقل الى النضال المدني غندي حرر الهند بالمقاومة السلمية 100% فادوات النضال تتباين ولا ضايرة في هذا المصيبة الوحيدة ان يكون هناك انقسام يضر كل فصيل يضر بالاخر يعني لا يعني استريح على الاطلاق ان يصدر صوت فلسطيني الان ينتقل المقاومة في غزة لا يصح ولا يليق وانما يجب ان تكون هناك كلمة واحدة لانه ان شاء الله عندما تنجز المقاومة ما سوف تنجزه في هذه الجولة سوف يكون من الخطورة بمكان ان احنا نيجي بقى في اليوم التالي نلاقي الفلسطينيين ليسوا على قلب رجل واحد فقضية الوحدة الوطنية الفلسطينية اعتبرها الان قضية القضايا واذا لم يتمكن الفلسطينيون من انجازها فعلى الاقل العرب او النظام العربي ينبغي ان يتصدى لهذه المهمة سؤال الاخير لك دكتور نيفين هو يعني متعلق بالموضوع ومتعلق بمصر في نفس الوقت احنا لدينا كنا نتكلم قبل الهواء وازعت ده قبل حضاء كوباتي والاتصال الان برئيس بايدن بالرئيس عبدالتاح السيسي واحنا شفنا يعني موجات التوتر الكبيرة في العلاقات المصرية الاسرائيلية اللي تبدو للجميع واضحة يعني وشوفت والنهاردة كانت صال الرئيس بايدن مع رئيسيس اكدوا فيه لانه حيبقى هناك فيه عودة للمفاوضات او الضغط من قبلها وعندنا اجتماع في اوروبا رئيس السي اي اي مع رئيس وزراء قطر ورئيس الموساد وعندنا طول الوقت وشنا بقى صريح يعني ناس مش كتير بس فيه ناس وبعضهم يعني مرة يقولك طب هي مصر ليه في المعبر ده حسب رأيه ثم يجي نفس الشخص يسألك نفس السؤال انا سئولت هذه ناس طب هي مصر ازاي تزور حسب سي ان ان مستلدات لصالح حماس فانا سألت اللي بيسألني اقول له انا مصر فيهم حضرتك توصدها يعني فبالتالي عشان كده انا بسأل حضرتك احنا مصر لأول مرة بشكل واضح تماما تكون وسيط ومعلن مواقف مبدئية لا تراجع فيها بهذا الشكل بهذا الحزم هل حضرتك شايفة انه ده حيؤثر في الفترة القريبة جدا اللي جاية مع الغازف اعتبارة السونامي وكل والمحكمة العدل وكل اللي حاصل هل المواقف مصر القوية جدا ده من موية نظرنا هتؤثر في قدرة مصر او في استقبال اسرائي للوساطة المصرية اللي على ما يبدو انه مفيش مهرب من التفاوض تاني طيب هي قبل ما اسرائيل تشكك في الوساطة المصرية هي شككت قبل كده في الوساطة القطرية صحيح فهي في الحقيقة ضربت رقني الوساطة اه الرئيسيين بدأت بقطر وعلاقتها بحماس ومكتب حماس في الدوحة الى اخير وتساعد الارهابين الى اخير ثم استدارت الى مصر بسلسلة بقى من الاكاذين مصر هي التي تمنع دخول المساعدات الى معبر رفح اه وقيل هذا في المحكمة الجنائية الدولية بزموط اه اه في المحكمة العدل الدولية قيل هذا في المحكمة العدل الدولية ده شيء بعد كده انه اه مصر هي التي تمنع الفلسطينيين من الخروج ويعني وطريقة بقى شديدة الفجاجة في انه الحل بسيط ان يفتح المعبر ويسمح لمن يريد ان يقوم للعلاج باول مرة ان يتحدث رسمي باسم الحكومة للعلاج فليخرج ويذهب الى مصر ثم مسألة التلاعب بقى دي يعني 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 مصر بتاريخها في التفاوض وبدبلوماسيتها وبخارجيتها العريقة سوف تتلاعب طب ده يعني يعني المفاوضات الجارية بين مصر واسرائيل لم تكن ثنائية على الاطلاق لكنها كانت رباعية رجاز التعليم امريكية اسرائيلية قطرية و امريكية فيعني هذا التداول الرباعي في التفاوض كان يستحيل معه التلاعب اتصور ان الموقف المصري كان شديد الشديد الصلابة وعلى الفور بعد هذا الموقف بدأنا نلاقي البداية من اسرائيل انه ربما نقوم ببعض الجهود من اجل صيغة معينة من صيغة التفاوض ثم شهدنا بعد ذلك اجتماع باريس اللي حضرتك بتتكلم عليه ثم اخيرا اتصال الرئيس الامريكي بالرئيس السيسي فعندما اخذت مصر هذا الموقف الصلب وقالت انها تهدد بالانسحاب من المفاوضات طالما مفاوض غير نزيه او مفاوض يتلاعب بصيغة الصفقة يبقى اذا ننسحب منها على الفور حدث تراجع في الموقف الاسرائيلي حدث تهرولها من الجانب الاوروبي حدث الاتصال الامريكي مصر لم تكن تستطيع ان تفعل غير ذلك يعني لانه طوال الوقت فيه تشكيك وطوال الوقت فيه يعني استعداء على مصر ولما يتقال انه مصر بتمنع المعونات او دخول الرفح واسرائيل التي تسيطر على المعبر حاليا فمصر ربط انا عندي 500 شاحنة وقفة يعني وقفة ومعطلة وفيه تقارير من نظمة العربية حول الانسان وغيره بتذكر انه حتى قبل الاستلاء اسرائيل على معبر رفح وسيطرتها عليه انه المساعدات كانت تترك بالايام والاسابيع حتى تفسد ويتم التدقيق في ابسط المكونات الداخلة عبر هذه الشاحنات بحيث ان ما يدخل هو غير مطلوب وان المطلوب يتم استبعاده او مصادرته او التخلص منه او اشياء من هذا القبيل فانا اتصور ان الموقف المصري كان موقفا صائبا تماما وكان موقفا صلبا وهو الذي اكبر الاطراف المختلفة على يعني الطلب مجددا يعني تقديم الطلب مجددا لعودة مصر الى لعبة دورها في عملية تسهيل التقاول من الاسف في الوقت خلص انا اسف جدا لكن انا عين هذا سعادت سعادة كبيرة واكيد السادة المشاهدين استفادوا كتير من الكلام العلم المحترم والسياسي التحليل الراقي اللي اتقال انا بشكر استاذ الدكتورة النبي ومسعد استاذ المسياسية في المتقصات الجامعة القاهرة بل الله على السلام واهل المحاضر اتشرفتين استاذنا الجليل المفكر الكبير والصديق الاكبر الاستاذ الدكتور احمد يسف أحمد استاذ المسياسية ايضا انا كنت قادة في محاضرة بصراح انا كنت قادة في محاضرة على حركات التحرر الوطني اكتوبر 77 حط اللحظة وانا باعت في المحاضرات قدام الدكتور رحمة شكرا جزيلا والستاذ الجليل شكرا بك شكرا الكرام انتهت حلقتنا النهاردة وانتهى هذا اللقاء الممتع المفيد ونترك حضراتكم على خير الى الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقة جديدة من مصر جديد